اشتركوا في القناة مملكة البحرين تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام انطلاقا من الاسرار والعزيم القوية على التصدي لهذه الجريمة من خلال برامج ومبادرات فاعلة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة مشيرا الى ان مملكة البحرين تمكنت وبفضل الرؤى الملكية السامية من تحقيق انجازات عدة في هذا المجال شكلت خارطة طريق لمكافحة الفساد من خلال التعديلات الدستورية ودعم السلطة التشريعية لسن القوانين والتشريعات واستحداث الجهات الرقابية وتطويرها بما يجسد الارادة السياسية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ودعم مسيرة النهضة الشاملة في اطار توفير حياة كريمة لكافة المواطنين وقال وزير الداخلية ان مبدأ المحاسبة والمسئولية في العمل الحكومي وقيم النزاهة التي يعمل على ترسيخها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاءت لتؤكد يقينا حرص سموه ودعمه للأداء الرقابي ومنع كل ما من شأنه هدر المال العام واشد معالي وزير الداخلية بجهود ومشاركة كافة الاطراف الوطنية في تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية مؤكدا أن الحملات الوطنية لمكافحة الفساد انعكاس لهذا التعاون والتكامل بين أطياف المجتمع لخلق مبادرات توعوية وتسقيفية تشمل كافة القطاعات والمؤسسات والمجتمع المدني والأفراد ولفت معاليه إلى أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حرصت على أن تتضمن الحملة الوطنية لمكافحة الفساد العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى نشر ثقافة النزاهة والتوعية بخطورة آفة الفساد ولتكون فرصة لمد جسور التعاون على المستوى الوطني من خلال ورش العمل والمحاضرات والندوات وأكد معاليه أن جهود مملكة البحرين في مكافحة الفساد لا تقتصر على المستوى الوطني وإنما تمتد إلى المستوى الإقليمي والدولي بما يجعلها شريكا دوليا فاعلا فمملكة البحرين إحدى الدول الأطراف في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد وتشارك المنظومة الدولية والإقليمية جهودها للقضاء على الفساد من خلال التعاون البناء مع الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لكافة الجهود الوطنية والإنجازات المشرفة التي تسعى للحفاظ على المال العام ودعم مسيرة التنمية بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه